السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم طلاب صف الأول السنة النهاردة بقى معدنا في عساب المسلسات عايزة اكتركز معي عشان هو درس مهم جدا احنا خدنا أول حصة يعني ايه كلمة الزاوية موجهة وعرفنا يعني ايه زاوية متكافأة وعالتنا الزاوية تقع في أموروبا النهاردة بقى ناخد مع بعض ازاي نقيس الزاوية الزاوية لها قياسين في قياس خدت وانت في سنة تلتة عدادي كان اسمه القياس الستيني كان بتعتمد فكرته عليين انه بيقسموا الدايرة بتاعتي لتلتمية وستين درجة طبعا انت عارف ان الدايرة كلها تلتمية وستين درجة فبقسمها لتلتمية وستين شرطة ولما يكون عندي زاوية كنت بحط الزاوية جوالدايرة كده وخليها زاوية مركزية واشوف قدامها كم شرطة ويبقى قدر رئيسها كانوا بيعملوا كده زمان يعني يعني الزاوية المركزية بقسمها لتلتمية وستين وقدر اجبها وكان كل قصه غنن عبارة عن درجة واحدة طيب وكنا قلنا كمان ان الزاوية القياس الستيني بيتقاس بتلت انواع درجات ودقايق وسواني ومنوع يا مستر سامولي قياس الستيني عشان كل واحد درجة فيها ستين دقيقة وكل واحد دقيقة فيها ستين ثانية كنت بقول واحدة قياس الزاوية في القياس الستيني لها درجات ودقايق وسواني وكل واحد درجة فيها ستين دقيقة وكل واحد دقيقة فيها ستين ثانية المطلوب منك لما يكون عندك زاوية زي آلف واو به تكون مكتوبة كده تعرف تقرأها وتعرف تكتبها بالآلة بس يعني نقرأ دي كده اللي انا بكتبها دلوقت دي اسمها 16 درجة و 24 دقيقة و 16 ثانية طب اكتبها ازاي كان فيه زرار اسمه وواط كده اللي هو جنب السالب في القلة الحزبة كنا بنكتب واحد ستة ودوسة الزرار ده اتنين اربعة دوسة الزرار ده واحد ستة دوسة الزرار ده يبقى انا كده كده بتزاوية بالدرجات والدقائي والسوان وهو ده المطلوب منك بس ان ازاي نكتبها بالقلة الحزبة يعني عندنا 37 و 38 كنا بنكتبها بالقلة الحزبة ودوسة الزرار ده واول ما اقوله يساوي تكتب درجات ودقائي والسوان والعكس لو عندي زاوية درجات ودقائي سوان طرف تقرأه وطرف تكتبها بالقلة يبقى 70 درجة و 37 دي او 30 ثانية لو عايز اكتبها بكتب السبعين درجة ودوسها الزرار ده 37 ودوسها الزرار ده و 30 ودوسها الزرار ده ويساوي والكلام داخدناه اصلا في 3 اعداد في راجل بقى اسمه راديان قال لك انا عايز اخترع اختراع جديد للزاوية اقسها بقياس تاني اسمه قياس دائري بيعتمد القياس الدائري على حاجة استنتجها الراجل اسمه راديان اسمه كده اسمه راديان الراجل ده لقى ان النسبة بين طول القوس المقابل لاي زاوية مركزية يعني لما يكون عندك دائرة كده وفي زاوية مركزية ميم ولا اسمها واو الف بي الزاوية المركزية دي قياسها بيعتمد على النسبة بين القوس ونص القطر يعني لقى النسبة بين طول القوس المقابل للزاوية اللي هو قوس الف بي ده ونص قطر الدائرة دايما مهما كانت الدائرة كبيرة او صغيرة مقدار ثابت يبقى النسبة بين طول قوس اي زاوية مركزية ونص قطر الدائرة اللي موجودة فيها الزاوية المركزية النسبة بينهم مقدار ثابت ما بيتغيرش علشان كده اقترع قياس اسمه القياس الدائري اللي هو الزاوية بالقياس الدائري قالك هي عبارة عن ايه طول القوس التي تقابلها هذه الزاوية على نص قطر الدائرة يبقى الزاوية بالتقدير الدائري لو اختاره رجل اسمه راديان بيسوي طول القوس المقابل للزاوية على نص قطر للدائرة عشان كده هناخد تعريفه ان لو عندي زاوية بالتقدير الدائري سيتا دائري لأي زاوية مركزية بالتقدير الدائري مستر مين اللام ده طول القوس المقابل للزاوية مستر مين النق نص قطر الدائرة يبقى الزاوية المركزية بالتقدير الدائري بتسوي طول القوس المقابل للزاوية هنص قطر الزاوية طبعا القانون ده فيه تلات رموز لو أنا قلت لك اللام اعمل ماس لو أنا قلت لك النق اعمل ماس أو ممكن نجمحهم في مسلس لو طلبت منك الزاوية المركزية نقسم لا مع النق طب لو طلبت منك النق نقسم لا مع الزاوية المركزية بالدائري طب لو عايز طول القوس نضرب الزاوية المركزية بالدائري في النق ايه واحد تنسى الكلام الجميل ده هناخد تعريف جميل جدا بيقولك فيه زاوية اسمها زاوية نصف قطرية اللي هي الزاوية اللي قدامك في الشكل المقابل مستر انت سمتها نصف قطرية ليه عشان القوس بتاحها بيساوي النق القوس بتاحها بيساوي النق يبقى معنا الكلام ده لما جيب النسبة بين القوس والنق وهم اللي اتنين بيساوي بعض اكيد النسبة منه ما تبقى واحد عشان كده زاوية نصف قطرية زاوية قياسها واحد دائري زاوية قياسها واحد دائري وبيسموها نصف قطرية عشان طول القوس المقابل للزاوية هو نفسه نصف قطر الايه الدائر فده تعريف زاوية نصف قطرية يعني انت بتحلي مسألة طالع ان الزاوية بيساوي واحد دائري هتعرف ان الزاوية دي اسمها في الرياضة زاوية نصف ايه قطرية بتحلق مستر حاول قرب لي الموضوع اكتر من كده وفاهم ان السؤال بيقولي حاطر السؤال بلك في الشكل المقابل بديك طول القوس المقابل للزاوية يعني انت بديني لام اه بتسوي تمانية باط ومديك نصف قطر الدائرة اتناشا وما انت عايز ايه عايز الزاوية المركزية بالتقدير الدائري طبع دي سهل يا مستر انت قلت لنا الزاوية المركزية بالتقدير الدائري بتسوي لام على نق اختصر ده مستر على الاثنين على الاربعة فيها الاثنين على الاربعة فيها الثلاثة تبقى الاجابة اتنين باي على الثلاثة ايه زاوية بالتقدير الدائري اعسيبها باي كده اه وهي ايه باي دي يا مستر انه وعشنا على سبع ناخد سؤال تاني زيه بالظبط بيقولك بقى طول القوس المقابل للزاوية خمسة باي وبيقولك ان الزاوية المركزية بالتقدير الدائري باي على اثنين وما انت عايز زاها مستر عايز نص قطر الدائري اللي فاكر المثلس اللي قلناه نهاردة ان الزاوية المركزية بالدائري بتسوي لام على النق ولو عايز النق نقسم طول القوس على الزاوية المركزية بالتقدير الدائري في قاعدة في الرياضة بتقول مقام المقام يتدرب في البسط يعني الاتنين تتدرب في الخمسة تبقى عشرة بال مش البي تروح مع البي يطلع نتقول نص قطر الدائرة كام عشرة سنتي يبقى القانون ده لو حضرتك عارفه وعلاقة من ثلاث رموز طول القوس المقابل للزاوية المركزية الزاوية المركزية بالتقدير الدائري الدال ده عشان يميز قياس الدائري عن قياس الستين والنق نص قطر الدائرة اللي موجود في هالزاوية ناخد سؤال تاني عشان نفهم احنا عايزين بقى بعد ما عرفنا الزاوية الرديان اخترع لنا قياس اسمه قياس دائري عايزين نجيب علاقة بقى من القياس الدائري اللي خدنا النهاردة والستين يا قبل كده الراجل الرديان لأ ان كل زاوية مركزية قياسها مية وتمانين درجة بتساوي زاوية محيطية على ايه على باينك مش فاهم يا مستر القانون ده واخدينه من ثالث عداد ان الزاوية المركزية على مية وتمانين بتساوي تول القوصة على باي معنى الكلام ده ايه معنى الكلام ده انك لو عايز زاوية بالمركزية بالدرجات كل مية وتمانين درجة بتساوي مستر اننا مش فاهم القانون ده افاهمك لو انت عندك شكل زي اللي قدامك ده وقلتلك زاوية ألف و Australian الزاوية دي قياسها كم درجة مية وتمانين درجة تعال نشوف قياسها بالدائري كام من كده مستر لازم اجيب اجيب تول القوصة اللي قدامها وقسموا عن نق من يقولي القسل اللي قدامها ده عبارة عن ايه عبارة عن نص محيط الدائرة هو محيط الدائرة كام اتنين باي نق نصه يبقى كام النق تروح مع النق تلعب باي يبقى انا كده استنتجت ان كل مية وتمانين درجة هتساوي ايه اولاد باي هتساوي باي كل مية وتمانين درجة بتساوي باي يعني لو طلبت منك الدائرة تعمل ايه همزك الزاوية بالدرجات واضربها في بايع المية وتمانين طب لو عايز الدوية بالدرجات همسك الدائري اضرب في مية وتمانين على باي وده الطريقة اللي حول بيها من قياس الدائري للستيني او الستيني الدائري تعال انا اخد اسئلة بعد ما خلصنا الدرس عشان نفهمه لان احنا لسه مش فاهمين كويس السؤال بيقول للزاوية التي قياسها 25 بايع التسعة تقع في الربع اين هو اقل مستقل مش السؤال ده على الدرس اللي فات انا عشان اعرف تقع في الربع ايه عايز زاوية موجبة من 0 ل 360 حضرتك قلتنا كده لان الربع الاول من 0 ل 90 والربع التاني من 90 ل 180 والربع التالت من 180 ل 270 والربع الرابع من 270 ل 360 درجعة وده ما انا عايز دي بالدرجة يبقى لازم احول عندك طريقتين هقولك الطريقة اللي انس شريحة دلوقتي وديك طريقة سهلة جدا بعد كده احنا قلنا لو انا عايز الزوى بالدرجات بمسك الدائري واضرب في مية وتمانين على بال ده القانون طب ما هو البيت روح مع البال يلا بقى طالع قالتك الخزبة ضرب ليه 25 في مية وتمانين على تسعة هيطلع معاك خمسمية درجة خمسمية بحالها ما هو انت خدت الحصة اللي فاتت لما يطلع رقم كبير من اطرحه من 360 تلعب بتكافئ تكافئ زاوية قياسها مية واربعين درجة من يقول لي مية واربعين درجة ده ربع ايه مية واربعين درجة ده ربع تاني يا مستر يبقى الإجابة ربع تاني انت قلتل يا مستر من شوية حلال الطريقة اسهل طبعا لان انا لسه قيللك دلوقتي حالا ان الباي في الدائري بيسوي كم درجة في الدرجات يا مستر انت قلتل بيسوي مية وتمانين درجة يبقى لما لاقي باي اشيلها على طول وحط كام مية وتمانين درجة الناس بقى اللي بتحب تتلغبط هو انت مش قلت ان البي دي بـ 22 على سبعة ركز بقى في المعلومة المهمة جدا دي لو انت عايز الزاوية دي دائري تبقى البي بـ 22 على سبعة لو عايز الزاوية دي بالدرجات تبقى تحط البي بـ 180 انا عايزها بالدرجات عشان اعرف الربع فحطتها بـ 180 تلقيت 500 ترحت منها 360 عشان اعرف تفاقها فقان الربع تلقيت 180 درجة مني يقول لي 140 درجة ده ربع كام تاني يلا باعز نهلب ترى السهلة يلا يا مستر احنا هنشيل الباي وحط 180 هشيل الباي وحط بي انا اقول سالب تسعة في 180 على الاربعة تطلع معايا سالب ربع مية وخمسة لسالب بالمشكلة هنزود علىها 360 تلعت سالب 45 زود علىها 360 خلعت معايا تكافئ 315 من يقول لت 315 ده ربع ايه رابع يبقى انا عرفت ان الزاوية دي تقع في الربع الايه الرابع يقول لي اذا كان مجموعة قياسات زوايا اي مضلع تعطى بالقانون ده حيث النون يمثل على ده الاضلاع طبعا انت عارفت القانون ده واخدف قولها عادي اصلا فان قياس زاوية اغرى بقى كويس بقى تعلم الاربعة زاوية زاوية الشكل الخماسي المنتظم عايز زاوية واحدة يا مستر لو انا عايزة اجيب زاوية واحدة يبقى القانون ناقص 2 في 180 درجة على عدد الزاوية احنا قلنا خماسي يبقى 5 ناقص 2 في 180 على 5 تطلع 108 درجة طلعت 108 درجة لكن الاختيارات كلها ما فيهاش 108 درجة الاختيارات كلها فيها باي 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 يبقى انا عايزة احول لدائري كنا قلنا بنحول لدائري هضرب في باي واقسم على المية وتمانين طلع قلتك يلا بقى مش لازم تكتب باي على الالة 108 على المية وتمانين ونحط جنبها باي تاني 108 على المية وتمانين تطلع تلاتة على خمسة واكتب الباي زي ما هي تبقى الاجابة تلاتة باي على خمسة اعنا اخد سؤال كمان بيقولي قوس طوله خمسة بال في دائرة نص كترها خمستاشر عايز زاوية مركزية بكام والاختيارات كلها درجة 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 قلت النفسي ادم مديني لام ومديني النق انا معرفش اجيب غير الزاوية بالدائري ان احنا اخدنا الزاوية بالدائري بتساوي لام على نق لما اختصر تبقى باي على الثلاثة بس هو عايزة بس درجات طب ويه المشكلة ما المستر اقل لك دلوقتي لو انت عايزها درجة شيل الباي وحط 180 180 على الثلاثة يبقى كامية ولاد 60 درجة قلب به الجيم ده الشكل الرباعي دائري ايه اللي تتعرفه عن الشكل الرباعي الدائري اعرف يا مستر ان كل زاويتين متقابلتين متكاملتين يعني لو ادتني الف بستين تبقى الجيم اكيد بكام بمية وعشرين يبقى بما ان ده رباعي دائري فاقدر اجيب لك قياس زاوي الجيم مية وتمانين ناقل 60 تطلع مية وعشرين درجة اللي اختيارات مفيهاش مية وعشرين درجة هما اللي اختيارات فيها ايه باي 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 يبقى هم عايزنا حول من درجات الى دائري ازاي يحول لدائري همسك المية وعشرين دي واضربها في باي عالمية وتمانين وانت قلت لنا يا مستر دلوقتي نقسم مية وعشرين عالمية وتمانين نحط جنبها باي هيطلع معاك اتنين باي عالتلاتي السؤال اللي بعده قياس القياس الدائري للزاوية الخارجة عند الشكل السباعي المنتظم ايه ده يا مستر دي خارجة مش داخلة لو كانت داخلة كنت اقول سبعة ناقص اتنين في مية وتمانين على سبعة لكن هو بيقول للزاوية الخارجة حد يعرف مجموع زوايا الشكل السباعي الخارجة بكم يا مستر اي مضلع منتظم او اي مضلع محدب مجموع الزوايا الخارجة بتلتمية وستين طب هم دول كم زاوية سبعة فلو انا عايز زاوية واحدة هنقسم تلتمية وستين على السبع هو دي الزوايا اللي هو عايزه طب هو عايز يحول الزوايا دي لدائري حاضر يا مستر قلنا بنمسك الدرجات اللي انا جبناها دي ونضربها في كام على كام في باي على مية وتمانين اختصر هيطلع معايا اتنين باي على السبع يا الاجابة رقمت به قلت لها السؤال جميل جدا بس انت كنت ناسي تحال انشوف الشكل ده بيقولك في الشكل المقابل قلب به وقلب جيب ممسان مستر الدول هيصاو باعه صح مستر ده به نص قطرة تبقى زاوية تسين مستر والزاوية دي تسين صح بيقولك ان زاوية قلب خمسة باي على اتناشر تعرف تجيب ميم هو الشكل الرباية كله تلتمية وستين دول مية وتمانين بتبقى دول برضو مية وتمانين طب ارأيك نقول انه الف زايد ميم ميم زايد ميم بتساوي باي ما هي هي مستر لو انا قلت بيساوي مية وتمانين درجة هتبقى لازت تكون دي درجة لو قدي باي فتقول لتنين دول مجموحهم باي لان الباي هي انت سهل مية وتمانين درجة معنى الكلام ده لو انت عايز تجيب الزاوية به ميم جيم المركزية هنطرح مية وتمانين ناقص خمسة باي على اتناشر اللي هي باي ناقص خمسة باي على اتناشر اطلع معك سبعة باي على اتناشر كده جبت الزاوية المركزية بالدائري هو عايز تقول القوس ده مستر ما هو تقول القوس ده محتاج ايه محتاج الزاوية المركزية بالدرجة بنائها ومحتاج النق ما هو مديك المحيط هه محيط الدايرة اتنين باي نق بستة وتسعين. يبقى النقق ستة وتسعين على اتنين بايش. طاز كل حاجة عندي. يبقى لو انت عايز طول القوس هاضرب سيتا دائري في نقق. اللي هي ستة وتسعين على اتنين بايش. مش الباي نقول لها باي باي. امسك قلتك الخزن فقا. واضرب سبعة. في ستة وتسعين على اتنين تتناشر باربعة وعشرين. تطلب معك تمانية وعشرين سنتي. يبقى انا جبت طول القوس بتمانية وعشرين سنتي. وطلع السؤال في منتهى السهولة. الزاوية التي قياسها واحد دائري. يلا باي عايزك تجاوب انت ربعية. منفرجة. هي ايه واحد دال دي? مشان قلت لك اسمها نصف قطرية. ده تعريف. الزاوية اللي اسمها زاوية نصف قطرية. يبقى قياسها واحد دائري. يقول لك في الشكل المقابل ده شكل سداسي منتظم. ادام قلت منتظم ادبي سودابي 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 سودا. درباعي يبقى درباع 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 ده الوطر يعني. عايز مني تقول القوس قالب به. يا مستر نعم يا ابني. هو انا عشان اجيبت القوس ده محتاج الزاوية المركزية. يبقى لازم ارسم ده كده. ولعلمك ده بردار درباع ودرباع. ليه يا مستر? لان ده مستل اسم تصوى القضاء. عشان ده ستين ستين ستين. لان دي كلها مية وعشرين. لما جبت درباع سنتين. وده ستين درجة. اذا انت جبت الزاوية المركزية. ايوة. جبت الزاوية المركزية. مني لما هجيب الزاوية المركزية. يبقى انا ممكن اخليها دائري. همسك الستين واضربها في باي وقسي مع المية وتمانين. تطلع باي على التلاتة. طب انا عايز النق. ما هو موجود? ما هو ده النق? هو ده النق? هو ده النق? ليه بارباع. مني يقول لي بقى يبقى طول القوز بتسوي ايه? سيتا دائري في نق. يعني اطلع لجابة اربعة تلاتة باي. لجابة رقم بي. كده احنا خلصنا القياس الدائري والستيني وخدنا لعلمك اصعب مسائل عليه. والدرس تدقى جميل جدا. هنخش على الدرس اللي بعده. اسمه الدوال المسلسية الاساسية ومقلوبتها. ايه الدوال المسلسية ده? انت خدته قبلك كده. خدته في سنة تلتة عدالي. كان اسمه الدرس النسب المسلسية. وكلمة نسب مسلسية اللي هي جيب الزاوية وجيب تمام الزاوية. وظل الزاوية. السنة دي بقى بنسميها دوال مسلسية. طب انت عايز مني يا مستر. عايز اب لما جيبها لك نتفق لشوية التعريفات. في دايرة اسمها دايرة الوحدة. مستر انتو يبتولو دايرة. لان احنا اصلا كنا بنستخدم الدايرة في قياس اي زاوية سيان كان في الستين او الدائري. فالدايرة دي محل الدراسة بتاعتنا لاي زاوية. عشان كده عرفوا دايرة اسمها دايرة الوحدة. مستر هي ايه دايرة الوحدة دي? دايرة مركزة بتبقى نقطة الاصلي. عشان الزوائب تقول السنة وكلها رأسها نقطة الاصل ونص قطرها واحد ونص قطرها ايه واحد ما يكون نص قطر واحد ماليو لي بقى النقطة دي كام واحد وصفر طيب النقطة دي كام سفر وواحد طيب النقطة دي كام سالب واحد وصفر طيب النقطة دي كام سفر وسالب واحد مستر ابيت باستيز tomba t тепz Teresa ما عرف النقط دي طبعا طب قيمة سن هنا بتنخاصر من كام لكام من سالب واحد لواحد طب وقيمة صاد هنا بتنخصر من كاملك كام من سالب واحد لوحد حلو حلو وإيه كمان عايز أعرفه أعرف معادلتها أي نقطة على دائرة الواحدة لها معادلة مستحب معادلة عن إيه يعني لو النقطة دي اسمها سستين وساط من يقول لي عشان أوصل لسنين أنا كده مشيت هنا كام سين واطلعت كده كام ساط من يقول لي لو سمدي به من وول به ده نص قطر بواحد طب المسلس ده قائم ولا مش قائم قائم ممكن أستخدم علي نظرية في الصغرس عشان أجيب علاقة بين السين والصاد هيبقى سين تربية زائد صاد تربية بتسوي أحد وديه المعادلة بتاعت دائرة الواحدة أي نقطة علشان تقع على دائرة الواحدة لازم يكون في علاقة بين المسقط الأول والمسقط التاني إنه لما امسك المسقط الأول أربعه وأمسك المسقط التاني أربعه واجمعهم يطلع واحد لما تسمع كلمة دائرة وحدة لها ثلاث معين المعنى الأول إن مركزها نقطة الأصل المعنى التاني او المعلومة التانية نص قطرها واحد ثالث حاجة اي نقطة طاقة على المحيط بتاع الدايرة لازم تحقق العلاقة ان سين تربيع زائد صاد تربيع بتسوى واحد سين تربيع زائد صاد تربيع بتسوى واحد دي كده تعريب دائرة الواحد طب انا عرفتها خلاص وانتا كدبتها دي وقتني كمان وانا كلام ده الاستائل دلوقتي ان القيمة سين من سلب واحد لواحد وقيمة صاد من سلب استفتق من الكلام ده ايه رأيك دي زاوية موجهة تعالى نسميها سيدة لو انا قلتلك في المثلث القائم ده تعرف تجيب لي جاة سيدة زي تالتة عادي اه يا مستر هحاول افتكره كات الجاة بتسوي المقابل على الوطر يعني صاد على واحد صاد ايه ده يعني الجاة هي قيمة صاد في النقطة ايوة طب لو قلتلك هات الجاة يا مستر الجاة المجاورة على الوطر يعني ايه ده يعني الجاة هي قيمة سين في النقطة يعني انا ممكن اكتب النقطة لي زوج مرتب هقول ان هي جاة زاوية وجيب الزاوية يبقى اما تكون عندي زاوية موجهة دلعها النهائي مستر انت مش هتقول ابتدائي ليه ان الدلع الابتدائي هو محور السينات الموجب واكيد هيقطع الدايرة في نقطة واحد وصفر لك انا معرفش الدلع النهائي الدلع النهائي لو قطع في نقطة اسمها سين وصاد يبقى الجاة هي قيمة صاد والجتة قيمة سين المسقطة الاول هو الجتة والمسقطة التانية هو الجاة جت من اين اهيه طب مثل لو انا عايز الزاة يا ابني الزاة بتسوي جاة على الجتة يعني المقابل على المجاور يعني صاد على سين عشان كده النهاردة هناخد ازاي نجيب الدوال المسلسية لاي زاوية موجهة لاي زاوية موجهة ضلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة في نقطة اسمها به سين وصاد تاني درس النهاردة اعرف ازاي في امتحان نص السنة لما يقول لي زاوية موجهة ضلعها النهائي قطع دائرة الوحدة لان القانون دي كلها ما بتتحلش لما تكون دائرة وحدة ما هي لما تكون دائرة وحدة يبقى دا واحد طب لو هي مش وحدة ماينفعش يبقى واحد يبقى القانون دا يبقى غلط يبقى لما يقول لي دائرة وحدة هاستنتج من كده نجيب تمام الزاوية ديت احداث الصادي جيب تمام اللي هو الجتة وبارة عن الاحداث السيني وجيب الزاوية الاحداث الصادي ولبطلق اسهل ايه جتة قيمة سين والجاة قيمة صاد المسقط الاول جتة والمسقط التاني هو ايه جاة ولو عايز الزا هنقسم صاد على سين يعني جاة على الجتة دا لما يكون عندي دائرة وحدة والاسهل تكتب النقطة على هيئة زوج مرتب ان الاول هو الجتة والتاني هو الجاة ساعتها لما يكون عندك نقطة عارفت اول واحد هو الجتة والتاني هو الجتة هتعرف تحل بمنتهى السهولة اللي فاتوا دول اللي هي جاة وجتة وزاء اسمهم في الرياضة الدوال المسلسية الاساسية اسمهم ايه تاني الدوال المسلسية الاساسية هناخد بقى حاجة اسمها مقلوبات الدوال الاساسية يعني مقلوب يعني معكوس والضربي اول حاجة دي اول مرة ناخدها اسمها قاطع للزاوية قاطع الزاوية اول حرف قاف واول حرف آلف فهنسميه قا قا اختصال لقلمة قاطع الزاوية القا مقلوب الجتة القا مقلوب الجتة الجتة كتسين مقلوبها يبقى واحدة على سين لو الجتة كتنين على سبعة يبقى القا سبعة على اتنين القا معكوس ضرب الجتة القا معكوس ضرب الجتة يعني لو ضربت الجتة لو ضربت الجتة سيتة في القا سيتة يطلع لي جابة واحد لان ده معكوز ضرب الله تالي تعليف اول مرة أن أخذه اسمه قاطع تمام الزاوية كف وتهو وقالف اسمها قطع اسمها ايه قطع ده مقلوب الجا يعني اللي ما فيه واشته مقلوب وفيته هنا ما فيه ته يبقى مقلوبه ما فيه واشته يبقى القطع مقلوب الجا هنتعلم حاجه اسمها ظل تمام الزاوية ل alloyها زغطاء زغطاء مقلوب الزا الزا كانت عبارة عن جا على جتة هتبقى الزطة عبارة عن جا جتة على جا يبقى أنا خدت ستة دواء المسلسية تلاتة أساسيين أعرفهم السنة اللي فاتت وتلاتة مقلوباتهم النهاردة نقولهم كلهم مع بعض جا جتة زا قا قا تزطة تاني جا جتة زا قا قا تزطة قلنا القا مقلوب الجتة وقلنا القتة مقلوب الجا وقلنا الزطة مقلوب الزطة ايه وعا تنسى الكلام ده مسترديني مسألة عشان أفهم ناخد سؤال جميل ومهم وبيجي في المدحانات إذا كانت ضلع النهائي لزاوية موجهة في وضعها القياسي يقطع دائرة الوحدة هي دي الكلمة اللي عرفتني اللي هو درس النهاردة زاوية موجهة بتقطع دائرة الوحدة في النقطة دي إيه ده إيه ده فين النقطة هي دي الجا جتة أنا عارف ودي الجا لكن إيه ده آه ده مديني مجهول ده مديني مسألة فكرة حلوة يبقى لازم أجيب السين الأول أجيبها منين هو مش قالك النقطة تقع دائرة الوحدة وإحنا قلنا النهاردة معادلة دائرة الوحدة إن المسقط الأول تربيع زائد المسقط التاني تربيع بتساوي كم؟ واحد ربع ده اجمع اتنين سين تربيع بتساوي واحد اقسم على الاتنين يبقى سين تربيع بتساوي نصف خد الجزر مجهب وسالب واحد على جزر اتنين مستر هاخد المجهب ولا السالب إقرأ وإنت تعرف قالك إن السين سالبة يبقى النقطة بتاعتي دلوقتي اسمها إيه؟ هي السين سالبة يبقى أنا خدت السين بسالب واحد على جزر اتنين كلمة سالب سين يعني غير إشارة السين تبقى واحد على جزر اتنين سين يعني سبها بإشارتها سالب على واحد من يقولي يبقى الجاتة كام والجا كام الجاتة واحد على جزر اتنين وجاء سالب واحد على جزر اتنين هو عايز جيب الزاوية زي الصاد يعني جيب الزاوية هي عبارة عن سالب واحد على جزر اتنين اللي هي الاختيار رقم دال سؤال في منتهى الأهمية اشرح تانية مستر ادي سؤال اسهل منه زاوية موجهة في الوضع القياسي دلعها النهائي يقطع دائرة الوحدة ده انت ميديني النقطة ده سؤال سهل يبقى دي جتا ودي جاء انا عايز اكتب النقطة ده جتا وده جاء او انت عايزي عايزي جاء ده السؤال محلول يا مستر نص لان الجاقي متصاد سؤال تاني برضو ميديني زاوية موجهة يقطع دائرة الوحدة يبقى ده جتا وده جاء حضرتك عايز جاتا انا ازجاه هي جتا بكام سالب خمسة على التلات عشر طب ويجاب كام اتناشر على التلات عشر اترح دول بقالتك الخزبة يديني سالب سبعتاشر على التلات عشر اللي جاب رقم دال تعال انا شاهد في السؤال الجامد ده ظل زاوية موجهة في الوضع القياسي يقطع دائرة الوحدة اذا ما داني الزوج المرتب ده الداني الزا كده انا عرفت يا مستر تبقى الصاد بواحد والسين باثنين لانت قلت الزا صاد على سين غلط او اخترت واحد على الاثنين غلط غلط ليا يا مستر لان دي ما زنتميش لدائرة الوحدة عرفت منين دائرة الوحدة كنت بتقول لما ربع ده وربع ده واجمحهم يطلع واحد هو انت لما تربع الواحد يبقى واحد لما ربع الاثنين تبقى اربعة اربعة واحد خمس يبقى ينفع تكون ده على دائرة الوحدة اصلا لا طيب ينفع تكون ده على دائرة الوحدة اصلا لا تعال نشوف الاثنين دول ربع دي واحد على خمسة ربع دي اربعة على خمسة اجمحهم واحد ايه ده يعني يا مستر الاجابة يا ام الجيم يا ايه مدل؟ اه طب انا عرف انا ما تجيب الزا يا اخي احنا قلنا الزا بتسوي ايه؟ صاد على سين اقسم الصاد دي على السين دي يطلع اتنين هل دي اتنين؟ لا ايبا دي غلط اقسم الصاد دي على السين دي يديني نص لان الجزر خمسة يروح مع الجزر خمسة يديني نص يبه هي دي النقطة اللي حققت كل المكتوب ان هي بتقع على دايرة الوحدة ده تربيع زايد ده تربيع بتسوي احد وكمان لما جبت اجيب الزا صاد على سين طلقة كام يا ولاد واحد طلع سؤال فهم انتهى السهولة يجي طالب جدع بقى وعايز يتعلم يقول لي يا مستر معلش انت هتتجرب الاختيارات انا بقى السؤال ده لما يجيلي مش عايز اجرب انا عايز احلق من غير ما اجرب افرق هنأكمل احل السؤال ده ازاي اقول له سؤال جميل لما اقول لك زاوية حده يبقى ترسم كده الزاوية تقع في الربع الاول وترسم لي مسلس قائم في الربع الاول ودي الزاوية الموجهة طيب وقال لك الزابط سوي كام عكام المقابل على المجاور مش الزابط سوي المقابل على المجاور تبقى ده واحد وده اتنين هقدر اجيب ده عن طريق نظرية مين في سغرس اربع وربع واجمع تحت الجز يطلع جزر خمسة احنا قلنا الزوج المرتب اللي بيقع دارة الوحدة هنا جاه وهنا جتا قلنا الجاه في المسألة دي المقابل على الوطر اللي هي الجاه اللي هي صاد يا مستر والجاتا هي سين يا مستر يبقى لو عايز الجاتا المجاور على الوطر اتنين على جزر خمسة لو عايز جا المقابل على الوطر واحد على جزر خمسة اللي هي النقطة رقم دال يا مستر الطبق اون ايه اسه براحتك حل بيها هناخد بقى بعد ما عرفنا يعني كلمة دواء المسلسية وقبل مكتب الاشارة دواء المسلسية عايز افكرك يعني كلمة دواء المسلسية قلنا عندي ثلاثة اساسيين وتلاثة مقلوباتهم التلاثة الاساسيين اللي هو جا وجاتا وزا قولنا الجا هي الصاد والجتا هي السين والزا صاد على سين طب ومقلوباتهم قا قطا زطا القا مقلوب الجتا يعني واحد على السين القا مقلوب الجا ليه واحد على الصاد والزطا مقلوب الزا ليه سين على الصاد عايزين بقى اشارة الدواء المسلسية مثلا انت عايزت اشارة ليه هحكيه لك انا لو انا عند مخدنا في تالت اعدادي لما يكون عند محور السنات والصادات حد فاكر ده اسم ربع ايه اول كان السين موجب والصاد موجب طب وده ربع تاني كان السين سالب والصاد موجب وده ربع تالت السين سالب والصاد سالب وده ربع رابع السين موجب والصاد سالب مثلا انت عملتوا السين موجب والصاد سالب ده جاوجاتا هو انت انسيت هو احنا مش قلنا الدوالي المسلسي هنكتبها على هيئة سوء مرتب الاول هو الجتة والتاني هو الجا السين هي الجتة والصاد هي الجا يبقى لو انت عندك اشارة السين والصاد هتعرف تجيب اشارة الدوالي المسلسي هو بالاول كل موجب السبب ان الجتة موجبة واكيد كده مقلوبها اللي هو القاموجب والجا موجبة واكيد كده مقلوبها اللي هو القاتم وجبه. ولما نقسم موجب على موجب اللي هي الزاة برضو هيديني موجب. عشان كده بقول لك كل الدواء الموجبه في الربع الاول مش فهم. يعني لما قول لك زاوية قياسها تلاتين درجة. عايز اعرف اشارة كام يعني عايز اعرف جات تلاتين موجب ولا سالب. جات تلاتين موجب ولا سالب. زا تلاتين موجب ولا سالب. يقول لي يا مستر طول ما هي زاوية حد ربع اول. انا مش ابص على ولا جا ولا جتا ولا زا اكيد مجب دايما لان احنا قلنا كل الدواء المجبه في الربع الاول طب الربع التاني يا مستر هي السين سالب والصاد مجب يعني الصاد هي المجب هي الصادقة مين الجا والقطع مش كده قلت لك الجا والقطع هما المجبه تان والباقي كله سالب الجتا سالب ومقلوبها سالب لو اسمت مجب على سالب يديني سالب يبقى المجب في الربع التاني بس هو الجا ومقلوبها طب في الربع التالت تاني الجتة سالبة والجاة سالبة طب لما نقسم سالبة على السالب هيديني موجب وحنا لما نقسم جاة جتة بيديني زا عشان كده الربع الثالث الموجب بس هو الزا والزطة الربع الرابع هنا كان موجب وسالب يبقى الجتة هي الموجبة هي ومقلوبها القا فالجتة والقا موجبة يبقى الجاة لو قلتلك بيتها مين كلمة بيتها يعني موجبة فين في الربع الاول والتاني لو قلتلك الجتة موجبة فين في الربع الاول والرابع لو قلتلك الزا مجابة فين في الربع الاول والتالت ده مهم جدا تعرف الاشارة مهم جدا الاشارة بس اطلقبط يا مستر تعال انا عبرها لك بكلمة حلوة قوي كل جبار ظالم كل الدوال مجابة في الربع الاول جبار ليجا مجابة في الربع التاني ظالم ليه في الربع التالت الزا جاته ده هي اتشيله ليه جتا مجابة في الربع الاول يبقى كده أنا عرفت إشارة الدوالي المسلسية ومطلق بط الشابس وطبعا الدوالي المسلسية للزوال متكافئة يعني زاوية 500-600 لها نفس الإشارة يعني أي زاوية كبيرة تبدأ تصغرها عشان تعرف هي تقع في عنه ربع لخصت لك كلام ده تاني هو الربع الأول من 090 أو من 0-2 على 2 يعني والزاوية فيه تبقى موجب وموجب يبقى جميع الدوالة تبقى موجبها الزاوية لما تقع ضلعها النهاء يقطع على الربع التاني يبقى السين سالب وصات موجب يبقى الجا والقطة هما الموجبين والباقي كله سالب الربع التاني بيبقى من 180 إلى 270 والموجب بس هي الزاوية الزاوية طالعين السين سالب وصات سالب الربع الرابع السين موجب وصات سالب يبقى الموجب هو الجتاء والقاء والباقي كله سالب ايوها تنسى الكلام ده طبعا أنا مستر عرفت إشارة الدوالي المسلسية وعرفت الدوائل المسلسية. ممكن تديني بقى السؤالة على الدرس ده وما تدينيش حاجة تاني. اهه. مفيش دروس تالي هناخدها. كيفية عينة اول غاية كده. بس ناخد شوية مسالة عشان المعلومة تثبت في المغنى. بيقول لك ان الجتة. يا مستر اكتبها لي زوج مرتب. احنا قلنا الجتة دي سين. انت قلت موجب ليه? ما هي اكبر من صفر موجب. الجاء هي الصالب عشان اصغر من صفر. مين فاكر بقى لما عملنا كده? ربع الاول موجب ده. ربع الرابع. ايه ده? يعني ده ربع رابع. ايوه. بس قلت هالزاوية تقع في ربع الايه? الرابع. لان الجتة بتبقى موجبه. والجاء سالبة في ربع الرابع. السؤال بيقول لك اذا كان جاء سيتة بتساوي سالب نص. والقاء سيتة بتساوي سالب اتنين على جازة. عايز سيتة في ربع الايه? ايه ده يا مستر? يا عمي يا حبيبي. الجاء اللي هي الصاد. يعني الصاد سالبة. القاء مقلوب الجتة. يعني الجتة سالبة. يعني الجال هي الصاد سالب والجتة سالب. من يولي سالب وسالب ربع ايه? تالت. لما برجح حزوج مرتب بحلف ثانية. يلا يا مستر بقى اجاوب على السؤال ده. والسؤال ده في غاية الاهمية. قالك زاوية سيتة تقع في الربع الاول. وكان جتة سيتة بتساوي ثلاثة على خمسة. عايز مني قيمة المكتر ده. السؤال ده ممكن يتحل في اقل من ثانية. وممكن ناخد فيه ثلاث دقيق شرح. الطالب المركز هيقول الاجابة في ثانية صفر. مستر انت عرفت ان هي صفر منين? لان احنا اتفقنا القطع مقلوب الجاة. اي حاجة تدري في معكوسها الضربي واحد. وقال نزا معكوسها الضربي. يا مستر دي قطع من الزاطة. اه يبقى انا غلطت المرة دي. يبقى انا كده غلطت. بس ممكن اكمل برضو. الزاط دي جا عجتة. والقطع واحد عجتة. طب ما ده رحمة ده. تبقى المسألة عبارة عن واحد ناقص واحد عجتة. يعني واحد ناقص قاسيتة. طب ما هل جتت تلاتة على خمسة. يبقى لقا كام? خمسة على الثلاثة. حضرتك قلت معكوسها الضربي. تطرح بقى. وشوف الاجابة تطلع كام? مثلا انا مش فاهم. نديك يا عم طريقة ثانية. السؤال بيقولك ايه? هات قيمة قطع في جاة. وانت عارف ان القطع مقلوب الجاة. القطع مقلوب الجاة لو اتضربه في بعض يطلع واحد. شبا دي واحد? الزاط مش مقلوب القطع. ايه لو كانت زاطة يبقى زاطة في واحد واحد ناقص واحد صفر صح. لكن دي زاطة ودي قطع. القطع مقلوب الجاة. فان ده ممكن تكتب كده. ان دي عبارة عن الزاطة عبارة عن جاء على جاتة. والقطع عبارة عن مقلوب الجاة. مش الجاة يروح مع الجاة? اه يا مستر تبقى واحد ناقص واحد على جاتة. يبقى واحد ناقص. من يقول بقى الجاتة عندي مقلوب واحد على جاتة دي معناها معناها مقلوب الجاة. من يقول بقى مقلوب الجاة ده هيطلع ايه هيطلع خمسة عالتلاتة اطرحهم هيطلع معاك واحد ناقص خمسة عالتلاتة اللي هيطلع معايا سالب اتنين عالتلاتة زي ما كنا بنقول من شوية دي طريقة وانت طالب ممتاز واستخدامت المعطيات عايزك بقى بالله عليك اللي انا هشرحه دلوقت ده تركز فيه جدا 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 هو ده اللي بيجي في انتحنص السامن لما يكون اهلك ان الزاوية ربع اول لازم ترسم لي مسلس قائم في الربع الاول ولو قالك الزاوية تقع في الربع التاني ترسم مسلس قائم في الربع التاني مستر انه اعرف ربع اول وتاني وتالت من اين الربع الاول يا ولاد من صفر لباي على اثنين الربع التاني من باي على اثنين لباي الربع التاني من باي لتلاتة باي على اثنين الربع الرابع من تلاتة باي على اثنين لاتنين باي ادي لو عايز تعرف الربع طب مستر ارسم مسلس قائم الزاوية ازاي حاضر لو عايز ترسل مسلس قائم في ربع الأول بتبدأ بترسل هنا الزاوية الموجهة الأول دلعه نهايه وتنزل عمود وتنزل عمود على محور السناء تاني يا مستر بتنزل كده وطره وتنزل عمود على محور السناء قدر مسلس لو في ربع الأول طب لو في ربع الثاني بترسم الدلع النهائي وتنزل عمود على محور السناء طب لو ربع الثالث بترسم الدلع الأول النهائي وتنزل عمود على محور السناء طب لو ربع الرابع بترسل دولة النهائي الأول وتنزل عمود على محور اسم افتكارها بقى بكلمة فلونكا دي يبقى معنى الكلام ده هنا في المسألة اللي بنحلها دي قال للزاوية تقع في الربع الأول هو مديني الجاتة مين فاكر الجاتة بتسوي ايه المجاور على الوطر مين يقولي بقى المجاور على الوطر قادر اجيب ده عن طاني نظريت مين في سغورس ربع وربع وطرح تحت الجزر يطلع أربعة دلوقتي لو انت ما خدتش بالك من القطة مقلوب الجا ممكن تحل ازاي هي القطة مقلوب الجا اقولت اجي جا من هنا واقلبها اجي اربعة على خمسة لما تقلبها خمسة على الاربع الجا هتبقى المقابل على الوطر اربعة على خمسة ناقص الزا المقابل على المجاور اربعة على التلاتة فيه القطة مقلوب الجا الجا اربعة على خمسة اللي بتبقى خمسة على الاربع ده يروح مع ده وده يروح مع ده يطلع واحد ده يروح معا ايه ده يا مستر ده نفسي انت كنت تكده من شوية ما طبعا لازم يطلع نفسي انت كنت تكده من شوية يطلع الاجابة السهلة باتنين على التلاتة الاجابة رقم دال كده احنا خدنا ايه ايه قياس الدائري والستيني وخدنا الدوالي المسلسية الاساسية واشارتها ومكلوباتهم كان معكم اسماعيل معروف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته